مرة أخرى إلى قضية إيران وإسرائيل وأمس نسب قصف على مواقع إيرانية لإسرائيل وكانت تأهب في درجة قصوى في الشمال الإسرائيلي ويقال بأن لا مناص من المواجهة بين الأطراف في الميدان السوري وأنت رجل عسكر هل تتوقع بالفعل أن إيران تذهب إلى هذه المغامرة وتواجه إسرائيل في الميدان السوري؟ إيرانيون حاليا كما أعتقد لا يفضل لديهم أن يخوضوا حربا ضد إسرائيل فهم لم يتموضوا وتمركزوا بشكل كاف في سوريا الآن كان يفضل لديهم أن تهدأ الأمور مع إسرائيل ورويدن رويدن يجلبون قوات وقدرة عسكرية أكبر في سوريا وحينها ستكون حربا مفاجئة ضد إسرائيل كما حدثت في يوم الغفران ما إن تمت حالة وقف إطلاق النار جلب الروس والأمريكان قوات عسكرية إلى مقدمة القناة وما إن تجدد القتال فقد سلاح الجو الإسرائيلي فوقيته إن لم تكن إسرائيل بالتصرف الآن ستجد أنفسها في حالة واقع مختلفة غير الجهوزية كابرة والسؤال هو كيف تعتبر إسرائيل وليس فقط من ناحية تكتكية عبر إظهار قدرات عسكرية واستخباراتية وقدرات على تنفيذ عمليات دقيقة جدا في سوريا واستطيع الإيرانيين والروس تقدير ذلك وتقييمه هذا الأمر ليس بحد ذاته الأهم من كل ذلك هو إذا كان بيدي سيفا ولا استطيع استخدامه فهو لا يسوأ شيء مجرد أن إسرائيل مستعدة أن تخاطر وحتى لو كان ستنهار السكف علينا هذا مجرد الجرعة على اتخاذ المخاطرة يجعل من السيف حادا وقويا ما سيحدث؟ الله أكبر اشتركوا في القناة